موسيقى مساء الخير على حضراتكم مترحب بكم حلقة جديدة في مصر بعرض السبت ولقاءنا المعتاد ان شاء الله بعد قليل مع فضلة الدكتور عن جمعة هنتكلم مع فضلته على بنكمل سلسلة لقاءات الأسرة من أول الخطوبة وازاي نختار الزوج والزوجة وما إلى ذلك مرينا في النقاش في هذا الملف مع في الدكتور على الخطوبة والمهر والشابكة والفرح وكل ده النهاردة هنوصل للبيت ازاي بقى يدار هذا البيت هنبدأ بحقوق المرأة في الدكتور ان شاء الله نسأله ويكلمني على حقوق الزوجة ايه هي الحقوق دي ازاي يتم مراعاة هذا الامر كده نفكر نفسنا واحنا ماشينا عشان بيوتنا ان شاء الله تكون دايما مستقرة وامنة فده لقاءنا ان شاء الله بعد قليل مع فضلة الدكتور علي جمعة كمان يكون لنا وقتا النهاردة مع فوز النادي الاهلي من دقاي قليلة على نادي الوداد في قبل انهاء بطولة افريقيا بهدفين طبعا للاشيء مباركة نتجيدة في توقيت مهم جدا اداء رائع كمان للنادي الاهلي هيكون ان شاء الله ضفنا كابتن ربيع ياسين كابتن منتخب مصر والنادي الاهلي والمعلق الرياضي الكابتن ايمن الكاشف عشان نتكلم معاهم رؤيتهم لهذا الانتصار وازاي يشوفوا ان شاء الله او شافين ان شاء الله مباراة العودة يوم الجمعة القادمة وهل ندر يقول خلاص ان الاهلي كده اتقاهل ولا لا او نشوف برضو نقرأ ان شاء الله توقعاتهم لمباراة بكرة لالزمالك امام الرجاء المغربي نتمنى فيها ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك ولكن قبل ما نروح لضيفنا لازم نقف عند الخبر اللي احنا كلنا ارناه وعرفناه النهاردة او عاصر اليوم الخاص برحيل ام البطل رحيل ام الشهيد السيدة سناء محمد رضا والدة البطل الشهيد العقيد احمد صابر منسي رحمة الله عليه اللي رحلت عن عالمنا اليوم اعتذر لحضراتكم والنهاردة يعني بكل تأكيد نهاردة هيكون اسعد يوم للشهيد واسعد يوم لام الشهيد لان الشهيد منسي زي ما كانت دايما بتقول والدته الله يرحمها ويحسن اليها الست سناء ما كانش بيفرقها لا في نوم ولا في صحيان يعني لا في الحلم ولا في الحقيقة ما كانش بيفرقها من يوم استشاده في يوليو 2017 كانت صورته دايما موجودة معا لقاها في رقابتها وكان دايما معاها في المنام فالنهاردة المولى سبحانه وتعالى بيشائل عليه القدير ان يجتمع تجتمع ام الشهيد وتقرعينها في الجنة بإذن الله تعالى مع ابنها الشهيد البطل احمد صابر منسي والنهاردة اكيد بإذن الله يعني ولنا تقلع على الله يكون يوم فرحة ليوم هما الاتنين في الجنة والصورة اللي قدام حضراتكم دي من مشاهد تشيع جثمان والدة البطل الشهيد احمد منسي في مقابر العائلة في العاشر من رمضان ودفنت يعني بجوار ابنها الشهيد منسي ومقبرة الشهيد احمد منسي معروفة طبعا وناس كتير زارتة زي محركوا كده شايفين هذه اللقطات من امام المقبرة نسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة وللشهيد المنسي الرحمة وان يجمعهم ان شاء الله في جنات الخلد وتكون الليلة دي اسعد لليهم باذن الله تعالى وخالص العزاء للأسرة النهاردة قرنت سيد رئيس الجمهورية نعت والدة البطل الشهيد احمد المنسي قرنت سيد رئيس الجمهورية كتبت على صفحتها على موقع التواصل الاتماعي فيسبوك وقالت نودع اليوم احدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد احمد صابر منسي والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل كانت الفقيدة ممن سطرنا بتضحياتهن وتضحيات ابنائهن ابلغ الدروس في الانتماء والتضحية وقدمنا النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن بتستكمل قرينة السيد الرئيس عزقها وتقول نسأل المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يجمعها بالبطل الشهيد في جنات النعيم واللأسرة الكريمة الصبر والسلوان النهاردة كان بداية العام ادراسي الجديد في السبع وعشرين محافظة ممكن يكون بعض المدارس هتبدأ لسه بكرة ولكن السواد الأعظم من مدارسنا وولادنا دخلوا النهاردة المدرسة على خير يا رب ان شاء الله ويكون عام آمن وعام مستقر في الظروف الصعبة اللي العالم كله ومدارس العالم كله بيمر بيها وزارة التربية والتعليم خدت كل الإجراءات الاحترازية وكل الإجراءات المطلوبة وطبعا كل المدارس شغالة بالنظام الهاجين يعني أيام في المدرسة يومين ولا حاجة وحسب الفرقة الدراسية وأيام أخرى هتكون أونلاين أو عن طريق الإنترنت وهيبقى فيه طبعا الوسائل التعليمية الأخرى والمنصات التعليمية النهاردة كان فيه تجديد على قياس درجة الحرارة كان فيه تجديد على أن أي ولد أو بنت من الطلاب عنده أعراض بسيطة المدرسة مسؤولة أن هي ترجعوا أنهم ما يدخلش ويريد تأكد على الولاد أنهم ما يجوش وعلى أولا الأمور ما يبعتوش أولادهم حتى لو عنده أعراض بسيطة تم توفير أجهزة الحرارة زي اللي شفناها كده قدام حضراتكم لستين ألف مدرسة فيه ستين ألف مدرسة فيهم كاشف حرارة وإن شاء الله قريما كمان يمكن يعمم على كل المدارس إجراءات كتير جدا بتاخدها مزارة التربية والتعليم وكمان فيما يتعلق به لقدر الله فيه منشأة مدرسة أو حاجة ظهرت فيها أكتر من حالة أو حالة أو ما إلى ذلك هيتم طبعا اتخاذ الإجراءات وهيكون فيه تقرير يومي بتقوم المدارس برفعه للإدارات التعليمية على الحالة الموجودة داخل المدرسة وإذا كان فيه لقدر الله أي حالة اشتباهة أو لا إحنا النهاردة نزلنا بكاميرا من مصر عشان نرصب لحضراتكم زي أول يوم في العام الدراسي في زمن كورونا هكذا فتحت المدارس أبوابها من جديد إنه اليوم الأول لعام دراسي جديد استثنائي والسبب جائحة كورونا وزارة التربية والتعليم اتخذت تدابيرها بتقليل العدد ما أمكن داخل الفصول مع اتباع الخطوات الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة بدأنا نطبع في محافظة التجيزة نعمل جميع الأجراءات الاحترازية لدخول الطلبة وبدأنا نتعامل كمان بتعليمات معالي الدكتور الوزير الإجراءات الاحترازية نحن ناخد المسافات المنتبعدة ونقسم الطلبة على الأيام طبقا لعدد كل مدرسة عودة الدراسة هذا العام جاءت وسط أسئلة كثيرة بين التلاميذ والمعلمين طرفي المعادلة الرئيسيين في المنظومة التعليمية فيما يشبه تعايشا سلميا مع الفيروس تقبلوا بالأمر الواقع الذي فرضه كورونا والتأكيد على زيادة الوعي بإجراءات لم يألفوها من قبل هم مأكدين على ارتداء الكمامات وكده وكبينة التعقيم ما كانش فيه حد بيعدي لما يعدي منها حتى في الطبور كان كل واحدة وقفة بينها وبين التانية مسافة بعدلنا عن بعض المدرسين في كل مكان بيقولولنا نروح فين ونعمل ايه ومع عودة الطلاب إلى مقاعدهم استحبنا مدير هذه المدرسة بمحافظة الجيزة في جولة بين أرويقاتها وممراتها لندخل أحد صفوفها لنستمع كيف بدأ التحصيل العلمي عملنا عمليات توعية للطالبات من خلال صفحة المدرسة الصفحة عليها عدد كبير جدا جدا من المشتركين طبعا أدوات التعقيم عندنا احنا موفرينها في كل جزء من المدرسة أولياء الأمور انقسموا بين مرحب ومتخوف حيال العام الدراسي في ظل كورونا مش الآن خالص لأن أنا عارف أن المدرسة هنا مدرسة كويسة وملتزمة وشفت النهاردة مع أول يوم في الدراسة كده الأولاد إزاي بيدخلوا الآن طبعا على بنتي في ظل الموجة التانية من فيروس كورونا وأتمنى من الله أن ربنا يجنبنا هذا متطمين الحمد لله بنتي في مدرسة كويسة وهم عاملين الإجراءات بتاعتهم لبسها كمامة وجايبها لكحول وكل حاجة الحصة للخيرية والقسحة للقسحة للخواية تتب الحياة وتعود لطبيعتها في المدارس بعد غياب الأشهر عدم يقرب من 23 مليون طالب إلى مقاعدهم الدراسية لمن إجراءات احترازية مشددة تحافظ على صحتهم من جهة وتراعي حقاهم في التعلم من جهة أخرى من مصر محمد خالد شكرا محمد على التقرير الجميل ده الحياة اللي يفتح النفسه نتمنى أن كل مدرسنا يا رب النهاردة وبكرة وتستمر طول العام دراسي بهذا الشكل المنضبط والبوابات والكواشف الحرارية والتعقيم والوعي شفتوا حضراتكم أولياء الأمور اتنين قالوا إحنا متطمينين عشان المدرسة وفيه شخص طبعا الآن وليه أمر الآن ولكن واضح أن كل مدرسة بحالتها يعني هو بيقول أنا عارف المدرسة دي كويسة فبالتالي الإجراءات فيها تكون كويسة لكن إلى أي مدى كل المدارس يعني على مستوى أمان واحد هنعرف ده من السادة المحافظين أنفسهم برحب بسيادة المحافظ دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ودكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم دكتور ممدوح دكتور أحمد أهلا وسهلا بحضراتكم سيار خير يا سيد عمر كل سنة وحارتك طيب وشعب محافظة كله طيب وبخير ولو حد نتقدم بالعزاء لوالدة البطل أحمد المنسي ربنا يتقبلها إن شاء الله اللهم أمين أهلا وسهلا بحضرتك دكتور ممدوح شوف تخرج معنا التقرير أو سمعت معنا التقرير صورة مشرقة الحقيقة وفيه انضباط في إحدى مدارس الجيزة ده كان نموذج ولكن كل ولي أمر بيهمه المدرسة بتاعت ابنه أو بنته فإلى أي مدى حركت تقول لنا مدارس الشرقية هتتبع الإجراءات أو اتبعت الإجراءات الاحترازية وقد إيه فيه كواشف وقد إيه فيه استعدادات طبعا حضرتك عارف يا سيد عمر إن كان فيه تجربة أخذنا منها خبرة جيدة جدا هي تجربة الامتحانات بتاعت النوية عامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيم في الدخول وفي الخروج وكل الكلام ده قداما خبرة جيدة جدا ساعدتنا في التجهيز للعمل الدراسي من التباعد في الفصول أعداد الفصول أعداد الطلبة في الفصول وجود البوابات التعقيم اللي هي كنا نستخدم منها الكواشف اللي كانت موجودة الحمد لله النهاردة اليوم كان عادة صورة جيدة جدا ونفس المنظر المبهج ده كان موجود النهاردة ودي كانت حاجة مفرحة لنا كلنا إن الناس لها مقبلة بالرغم إن كان فيه بعض الألق لأولياء الأمور إنما الأمور الحمد لله كانت معديا النهاردة الحمد لله مرصدماش حالة ما حدش أختارنا إن فيه حالة بجانب هو فيه اختار يوم يا فانتم مش كده؟ ده إحنا حضرات بنتابع مش يومي ده إحنا بنتابع مرتين أو تلاتة في اليوم عشان لو فيه حاجة متحرك لأنه برضو ما تنساش حارك ممكن الطالب يخشه بعدك تحرصه تستفع مش هنقوله روح لا منهم ده هزين غرفة لي بيقعد فيها وبمكلم على طول التحرص هناك بتشوف لأنه ما ينفعش نروح الطالب على طالب طيب سيادة المحافظ أنا فهمت من كلام حارك إن قد يكون هناك استخدام للبوابات والكواشف الموجودة من يام بتحنان السنوات العامة استخدامها في العام الدراسي الحالي بشكل يومي بالصبت كده يا فندم وهو خلي بالحرك برضو إن العام الدراسي إن النهاردة بعض المدارس وبقرة بقية المدارس دهنا فرصة برضو إن احنا العدد الكبير ما يخشش مرة واحدة ودي برضو فرصة جيدة النهاردة تابعنا أحد المدارس الكبرى اللي موجودة في فاوص في مركز فاوص وده برضو من مركز اللي عدد كان فيها كبير كانت الأمور ماشية بصورة جيدة جدا الأيام زي ما معالي وزير التربية والتعليم أصدر قراره بعض الفصول بعض السنوات هتشتغل يومين في الوسبوع وبعضها أربعة يام وبعضها ثلاث يام فكان القبول أو الاستقبال القرار دي جيد والتنظيم كان جيد كان مردي جدا يا رب ان شاء الله دايما ويستمر العام الدراسي بهذا الشكل المنضبط وان شاء الله حتى تختفي بقى الكورونا ان شاء الله والأولاد يرجعوا بإذن الله كلهم في طول أيام الإسبوع بأمان وسلام شكرا جزيلا لخضرتك دكتور منضوع غرام محافظة الشرقية وبرحة بدكتور أحمد الأنصاري محافظة الفيون دكتور أحمد مساء الخير يا فاند أهلا وسلام سيد عمر خير خير على كل أهالي مصر وعلى الطلبة والتلاميذ اللي يحتفلوا بداية العامة وحرك بألف خير يا رب دكتور أحمد أرجوك طمنا الولاد الجمال والبنات الجمال في الفيون أخبارهم إيه النهاردة اليوم كان عامل إزاي الحمد لله ما كانش فيه أصل لأي شيء يعني غير طبيعي الحمد لله عاملها كانت منتظمة جدا النهاردة في كافة المدارس والمعاهد الأزهارية وفي جامعة الفيون طبعا إحنا يعني كان فيه خلال أسابيع الماضية اجتماعات متعددة وكان فيه مرور ميداني على عدد على كافة المدارس والمعاهد الأزهارية والأماكن التي تستقبل الطلبة في الجمع والصالبات الحمد لله الموضوع عبد المنطظم وكان فيه تنصيق ما بين وزارة الصحة والهيئة التاجين الصحي والمنشآت التعليمية لتطبيق البروتوكول اللي أكرته لوزارة الصحة للحفاظ على أبنائنا الطلبة والصالبات أثناء العمل الضربة وكان فيه برضو توجيه إنه يبقى فيه زيادة وعي المشرفين والمعلمين للاشتباه في حالات الكورونا وإبلغها فورا للطبيب المسؤول من هائل التامين الصحي أو الزائرة الصحية اللي موجودة في المدارس علشان لو قدر الله لو فيه أي حالة اشتباه يتم التعامل الفولي معها يبقى فيه يعني تجراءات والوقائية يتم عملها بصورة فولية مبقاش فيه أي تراخي في هذا الموضوع طبعا التأكيد برضو على استخدام المعاكمات والمتهارات الشخصية واستخدام الكمامات للفئات العمرية اللي يسمح باستخدام الكمامة كل ده كان مهم جدا المراجع عليه وده نحن بكرة كأجهزة محافظة بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر والمعاهد الأزهرية هنتم يعني ملاجعة ده بصورة ميدانية إلى أي مدى الكواشف الحرارية متوفرة حسن المحافظ الكواشف الحرارية متوفرة في عدد كبير من المدارس ولكن برضو خلينا نبقى يعني واقعيين مش موجودة في كل المدارس ولكن احنا في دائرة صحية من الهيئة العامة للتأكيد الصحية موجودة في كل المدارس ودي بتقدر في كل المدارس اه بتقدر تتابع وتراجع وفيه أطباء معنيين كل طبيب معني مجموعة من المدارس ويتم الإبلاغ الفوري عن أي حال تشتباه وفيه تنصيب كامل في هذا الموضوع علشان نقدر نبقى عندنا كدرة على التشخيص المبكر عمل الإجراء اللي احترازي اللازم لو لا قدر الله في أي حال أنا بشكر سيارتك شكرا جزيلا دكتور أحمد الأنصار المحافظ الفيوم وزي ما حاركوا شايفين كده الكل واخد الأمر بجدية يعني الحكومة كحكومة والمحافظين واخدين الأمر بمنتهى الجدية وحاركوا ما تشوفوا ده مش شدد غربال لا ده ان شاء الله هيكون مستمر يتبقى بس حاجة بسيطة هو احنا كأولياء أمور احنا نفاهم أولادنا واحنا ناخد احتاطاتنا يا حبيبي ألبس الماسك يا بنتي ألبسي الماسك بتاعك تول مانتك المدرسة دي المنظفات بتاعتك ريت نبعد ما نقربش قوي دي الإجراءات أنا لو ابني تعبان ما نزلوش النهاردة المدرسة لو درجة حرارته بيشتك من قلم في البطن ما نزلوش المدرسة ففي تكامل في الأدوار أنا عشان أكون متطمن أتطمن لدور المدرسة الدور اللي هي بتقوم بي لكن أنا كمان علي أدور أنا علي أدور مع أولادي أنا أوعيهم وأخذ بالي منهم لو لقدر الله أي واحد بيشتكيه من أي حاجة تعالوا نشوف كده مجموعة معلومات كده جاهزناها لحضراتكم على إزاي العام الدراسي هيمشي خلال هذا العام العام المميز عام كورونا أو العام الهاجئي نظام التعليم للعام الدراسي 2020-2021 كل مدرسة خلال العام الدراسي لها جدول خاص ينظم حضور طلاب والأنشطة التعليمية في المنزل نشر المنهج التعليمي لبعض المراحل الابتدائية على القنوات التعليمية والمنصات الرقمية رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي الحضور أربعة أيام لمدارس الفترة الواحدة ثلاثة أيام لمدارس الفترتين من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي الحضور يومين لمدارس الفترة الواحدة ثلاثة أيام لمدارس الفترتين المرحلة الإعدادية حضور الطلاب ليومين فقط خلال الأسبوع مع استكمال شرح المناهج من خلال القنوات التعليمية والمنصات الرقمية الثانوية العامة حضور الطلاب ليومين فقط خلال الأسبوع الثانوية العامة وضع الامتحانات وتصحيحها إلكترونياً دون تدخل بشري تدشين كتب تفاعلية لجميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد تطبيق نظام الحضور والغياب خلال العام الدراسي الجديد التربية الرياضية مادة رسوب ونجاح خلال سنوات النقل في العام الدراسي الجديد مجموعات التقوية الجديدة تتيح لطلاب الحضور في أي مدرسة أو مجموعة يريدها الطالب دون أي قيود العام الدراسي الجديد عام العودة إلى المدرسة ومكافأة المعلم وضبط الجودة هو مش بس عام العودة إلى المدرسة لأن المدرسة هنا أو حتى الجامعة والمعهد هيكون نص نص مدرسة نص جامعة يعني النص التاني هو البيت اللي الطالب هيقوم بدور من خلاله يعني هو نظام الهاجين ما بين المدرسة وما بين أنه يتعلم به الأدوات الأخرى والمنصات الإلكترونية أو القنوات التعليمية تعالوا الوقت نشوف بالنسبة للمدارس إيه هي النوافذ المتاحة اللي هو قبل الجامعة يعني ابتداء إعدادي سنوي قنوات تعليمية منصات تعليمية هنشوف النموذج ده إيه اللي جاهز فيه وهنشوف من ناحية التانية نمازج الجامعة والتعليم العالي وهنشوف تحديدا جامعة القاهرة إيه هي المنصات اللي هتمكن طلاب جامعة القاهرة أنهم يتفعلوا من خلالها برحب بضيفية الكريمين برحب بالأستاذ علي سيد الأهل رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بالتحاد الإزاعة والتلفزيون يا أستاذ علي مساء الخير أهلا وسهلا بحضرتك مساء الخير أستاذ عمر أهلا بحضرتك وأهلا بسادة المشاهدين كل عام حضرتك بخير وبرحب بدكتور محمود علام الدين المتحدد باسم جامعة القاهرة يا دكتور محمود مساء الخير لحضرتك كل عام وسهلا بخير مساء الخير يا أستاذ عمر أهلا وسهلا بحضرتك أبدأ مع الأستاذ علي يا أستاذ علي القنوات التعليمية تعود وتعود أهميتها هذا العام بقوة شديدة جدا لأن هي واحدة من السبل اللي هتساعد في سد الفجوة في ظل غياب المدرسة ثلاثة يام الولاد مش يكون موجودين أو أربعة يام مثلا مش موجودين في المدرسة إلى أي مدى حضراتكم في القنوات التعليمية جاهزين حابين نعرف الناس مدى الجاهزية إيه هي الصنوات الدراسية إيه هي الجدول بتاعتكم بسم الله الرحمن الرحيم بداية كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل أبنائنا الطلبة كل سنة وأولياء الأمور بصحة وسعادة يمكن رب ضرة النافعة السنة اللي فاتت الحقيقة مع جائحة كورونا وتحديدا في 19-3 بدأت المدارس تتاجه إلى التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ودي السياسة اللي بتتبعها وزارة التربية والتعليم بقالها فترة ويمكن الدكتور وزير التربية والتعليم مشدد على ضرورة التعليم الإلكتروني ولكن الجائحة كورونا كانت السبب في الاستعجال أو التعجل في هذا الأمر الحقيقة السنة اللي فاتت بدأنا مع جائحة كورونا بدأنا بخطة متوازنة ومتكاملة للبرامج التعليمية في التلفزيون وقناة مصر التعليمية لتلبية رغبات أبناءنا الطلاب لأنه زي ما حضراتكم عارفين أن معظم الدراسة بقت أونلاين أو بقت تعليم إلكتروني الحقيقة الامتداد للسنة اللي فاتت والمجهود الكبير اللي اتعامل الأول بس قبل ما اقول هذا الامتداد البرامج التعليمية في التلفزيون طول عمرنا احنا اتربين عليها ونشأنا عليها وهي موجودة ولكن الفترة اللي فاتت نظرا لأنه زي ما حضراتك عارفه سادة المشاهدين عارفين أنه في أغراض أخرى وفي الاتجاه للدروس الخصوصية على اعتبار أنه كان المجموع بدأنا نرجع دلوقتي وبدأ الأهمية خصوصا هذا العام فالبرامج التعليمية والإدارة المركزية للبرامج التعليمية بتحذيها على تلفزيون مجهزة إيه لولدنا؟ شوف حضرتك الحقيقة احنا السنة دي علشان النظام السنوية العامة الجديد وزي ما سمعنا في التقرير من شوية أن هذا العام هيكون الامتحان الالكتروني والطالب هيعرف نتيجته عقب انتهاء الامتحان فاحنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مجهزين ده لحقيقة من شهر 8 الماضي بدأنا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في اختيار أكفى الكوادر الفنية التعليمية من خلال قبراء التربية والتعليم من خلالهم من السنة اللي فات تهيئ قدامنا الفيديو معروض على قناة مصر التعليمية والمدرسين وبشرحوا طريقة عرض الدرس نعم فضل فان هو الجديد بقى السنة دي أنه احنا بنركز على النظام التعليم الجديد اللي هو التعامل مع المنصات الإلكترونية والتعامل مع المواقع اللي حددتها وزارة التربية والتعليم كريفرانس أو كمرجع لأبنائنا الطلبة لأن النهاردة زي ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين عارفين تعليم الحديث النهاردة بيعتمد على الريسيرشنج بيعتمد على البحث والتأمل مش على الحفظ والتلقين فإحنا بننمي ده في أولادنا من خلال المدرس اللي موجود عندنا اشتراطنا فيهم مجموعة اشتراطات من ضمنها أنه بيجيدي التعامل مع الميديا أو مع الانترنت علشان يقدر يوصل للمسالة يعني المدرس اللي احنا شايفين في الصورة دلوقتي بيشرح هو المفروض هيبتدي من بكرة مثلا أو حركة تقول لنا إمتى هيبتدي يشرح وفقا للمنصات هيدخل على إدموده ويشرح هيدخل على المنصة التانية مثلا بوابة التربية والتعليم ويشرح من خلالها وهكذا ده اللي نفهمه من حضرتك يعني أو منصة زاكر مثلا تمام يا فنم هو الحقيقة الحقيقة زي مرضو ما تفضل معالي وزير التربية والتعليم وقال في حوار سابق أنه المدرسة هيتبقى مراجعة أو ريفيجن للمنصات التعليمية كويس فإحنا كنا سباقين إحنا بدأنا في شهر تمانية الماضي نبدأ بالفعل نسجل حلقات جديدة بالسيستم أو بالنظام الجديد للأولترا حضرتك عليه تمام وبدأنا إذاعة من يوم السبت 12-9 وإحنا بنزيع بشكل منتظم من يوم السبت 12-9 يعني بقالنا ما يقرب من شهر وأربع تيام بنزيع البرامج التعليمية طب حرك قلنا برضو التراضل كده بتاعة مصر التعليمية برضو حرك برضو قلنا التراضل عشان تبقى الناس برضو عارفات في حضرتك في قناة مصر التعليمية دي موجودة موجودة على نايل سات والتراضل بتاعة هتلاقيه موجودة على شريط الأخبار لا يحضرني حالية إن أنا أقول حضرتك لأن دي تتبع قطاع آخر وقطاع قنوات النين المتخصصة أما برامجنا التعليمية في قطاع التلفزيون فدي بتبس يوميا من 7 إلى 10 صباحا على قناة القاهرة وبيعاد بسها على كافة القنوات الإقليمية كل قناة مستقلة بمرحلة تعليمية على سبيل المثال قناة القناة الرابعة سابقا وقناة طيبة دول مسؤولين عن 3 مراحل تعليمية التعليم الفني والسانوي الأزهري والإعدادي الأزهري القناة الخمسة والربعة قناة الخمسة والسادسة والسبعة دول مسؤولين عن السانوية العامة بيزيعوا كل برامج السانوية العامة إضافة لقناة القاهرة اللي بتبس يوميا زي ما قلت حراك من 7 إلى 10 بالإضافة إلى السنة دي الأول مرة فيه حاجتين جداد بنعملهم نحن بنعمل سنوات النقل الأزهري طيب الترادلات هي نازلة قدام حضراتكم احنا نزلناها معلش فزعلا أنا آسف يعني نزلنا ترادل قناة مصر التعليمية زي ما حاركوا كده شايفين 17500 معدل الترميز وترادل 117 على 47 عشان حضراتكم تنزلوا القنوات دي عشان يكون عليها الشرح إن شاء الله اتفضل يا فن المفاجأ بقى أستاذ عمر السنة دي كمان إن احنا الآن بصدد التحضير لإطلاق قناة قريبا خلال أيام على اليوتيوب هذه القناة هيكون فيها كل البرامج التعليمية التي تبس عبر شاشة الهيئة الوطنية للإعلام لأنه زي ما حرك عارف قناة مدرساتنا قناة مدرساتنا برضو هتطلق من خلال حضراتكم مش كده اللي هتبقى بكرة لا مدرساتنا دي بتطلقها وزارة التربية والتعليم مظبوط إنما إحنا بنعمل زي ما قلت حرارتك البرامج التعليمية الخاصة بنا إحنا بالمناسبة إحنا اللي بننتج الهيئة الوطنية للإعلام هي اللي بتنتج هذه البرامج واللي بتصرف عليها دون أي دعم خارجي بالتالي إحنا زي ما قلت حرارتك أنا بشكر حرارتك والله يا أصد علي أنا متشكر جدا جدا للمعلومة حرارتك قلتها لنا وأكيد إن شاء الله هيكون لها أثر كبير جدا تدور لحضراتكم بتقوموا به في الإدارة المركزية لبرامج التعليمية بالهيئة الوطنية للإعلام في مسبيرو عشان تقدم هذه الخدمة للناس فأنا بشكر حرارتك شكرا جزيلا وأتحول لدكتور محمود علام الدين دكتور محمود بجدد الترحيب بحضرتك وفي منصة مهمة جدا هتطلق أو هتطلقها جامعة القاهرة للطلبة فأرجو حركة تقول لنا إيه هي المنصة دي خاصة إنها تسادف 270 ألف طالب جامعي تمام هو طبعا لحياتك عارف إحنا العام الماضي اعتمدنا في عملية التعليم الإلكتروني على مجموعة من التطبيقات الخاصة بالاجتماعات والالتصالات يعني زي زوب و سكايب و ويب وميت وغيرها لكن هي ما كانتش بتشكل منظومة متكاملة للتعلم الإلكتروني هذا العام جامعة القاهرة تعقدت مع شركة مايكروسوفت العالمية على النظام متكامل يتوحينا إطلاق منصة ذكية تتكون من بعدين أو جانبين الجانب الأول متعلق به الامتحانات بالمقررات الدراسية والمحاضرات المختلفة والتفاعل حولها والاجتماعات والجلسات الخاصة بالشرح والتحليم يعني المحاضرات هتبقى موجودة على المنصة دي دكتور؟ ده الجانب الأول آه طبعا بدأت عملية ترفع المحاضرات على آه المحاضرات هتبقى موجودة عليها أو مش محاضرات بقى هو في التعليم الإلكتروني فيه مصطلح اسمه المقرر الإلكتروني المقرر ده بقى جواه النصوص جواه الأوديو جواه الفيديو جواه البيدي اف جواه الباور بوينت جواه أيضاً المحاضرة نفسها اللي بيلقيها الأستاذ كل نهاية متوفر فيه جانب الجانب الآخر من المنظومة بعد خاص بعملية التقويم أو الامتحانات بكافة أشكالها بيتيح إجراء الامتحانات بيتيح تصحيحها أيضاً رقمياً عبر هذا هل ده كل الكليات سواء المنظومة طبعاً بقية يعني الطب والصيدلة والهندسة جامعة القاهرة زي يوم زي التجارة والحقوق والأناب هيكون كل موجود على المنصة؟ الكل موجود على المنصة لك حضرتك أن تتخيل أنه سيتم رفع 14 ألف مقرر على هذه المنصة ويمكن النهاردة كان موجود الأستاذ الدكتور محمد الخشط رئيس جامعة القاهرة بيستقبل وزير التعليم العالي الدكتور خلال الغفار وقالوا أن هذه المنصة تعد أطخل منصة في العالم لأن الشركات لما عملتها كانت تعمل المنصة لـ 30 ألف 40 ألف أما أن يكون هناك تحدي بـ 70 ألف طالب فهذه معضلة وتحدي بالنسبة لمايكروسوفت نفسها ولكن هنا طبعا نحن بنتميز سياسة مصر في التعليم العالي بتقوم على الإتاحة والجودة في نفس الوقت عظيم أنا بشكر حضراتك شكرا جزيلا لدكتور محمود عالم الدين للمتحدث باسم جابعة القاهرة شفتوا حضراتكم زي الدنيا بتتغير بنرجع تاني نبص على القنوات التعليمية وننزل تردد القنوات التعليمية اللي فيه أجيال زي كنا بنشوف زمان البرامج التعليمية دي وبنتعلم منها والدكتور إبراهيم الكرداني كده ربنا يا ربي ما سيب الخير ويدينه الصحة وغيره الحقيقة من أسازة البرامج التعليمية اللي فادت أجيال كتير جدا من زمان وكمان بدأنا شفنا فكرة المنصات الإلكترونية وياريت إن إحنا نفكر ونفتح كالتليفون ونفتح الكمبيوتر وندور على المنصات دي ونعمل عليها تسجيل وعشان نستفيد منها وكمان المنصة الخاصة بجامعة القاهرة شيء عظيم جدا أنها تتعاون مع مايكروسوفت العالمية يعملوا النصة عليها 14 ألف مقرر جميعي زي الدكتور محمود علام الدين ما بيقول تخدم 270 ألف طالب في الكوليات النظرية والعملية فده أكيد شيء عظيم في زمن الكورونا وظروف الكورونا اللي الحمد لله يعني نقدر نقول الآن الأمور تحت السيطرة الدولة بكل أجهزة بعد ما نكحت في الموجة الأولى الحمد لله بنستعد بأقصى درجات للموجة التانية والجزء منها هو توفر الأدوية وتوفر المنتجات المطلوبة لموجة أي مجمع محتملة من كورونا برحب بدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية دكتور علي مساء الخير لحضرتك ألهم بيك يا فن مساء خير أنا مساء زعمة الله يخليك يا فن الحمد لله أرجوك دكتور علي طمننا إلى أي مدى في توفر للأدوية المطلوبة من كورونا على اللي خلص أدوية الوقاية والمناعة باب فيتامين سي وغيره من الأمور أولا أنا طبعا حابب أبدأ كلامي ببداية الموجة الأولية من جائحة كورونا واللي كانت بدأت في الصين في ديسمبر وكان الحكومة المصرية ووزارة الصحة وهيئة شراء الموحد على استعداد تام وتوقع لحجم المشكلة المستقبلية قبل دخول الفيروس مصر وفعلا إحنا مرينا المرحلة الأولانية من أزمة كورونا الحمد لله بسلام والأدوية الأساسية للعلاج إحنا عندنا مواجد كورونا بحاجتين في أدوية للعلاج زي سروميسين أو الهدروكسي كليروكوين أو كده ده والبرستامولز دي أدوية أساسية كانت للعلاج وهناك أدوية المساعدة لرفع المناعة هذا الفيتامين سي والزينك والدي دي اللي كان حصل فيها بعض الشحن بسبب صوت تعامل الناس مع الأمر يعني حالة الخوف بسبب الزبط كده ولكن إحنا على شهر ستة أو سبع لفات كان هناك اجتماع معالي وزارة الصحة مع شركات ومصار الأدوية والتأكيد على أنه يبقى هناك مغزون استراتيجي للأدوية على الأقل لاستعداد اللي الجائحة التانية بحيث مغزون إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟ الأدوية الأساسية متوفرة يعني زي سروميسين، الكوروكوين، الخفضات الحرارة اللي هي بتستخدم في المستشفيات أو الأماكن العزلة متوفرة وأيضاً الحاجات المكملة بقى زي الفيتامين سي والحاجات الترفع المناعة والزينك إلى أي مدى برضو هي متوفرة دلوقتي بقى أولاً بالنسبة للزينك الفيتامين سي والزينك هو القصة برضو عشان الناس تبقى فهمة زي ما العالم كله بيتعامل مع الفيتامين سي فيتامين سي لأي شركة من الشركات هو كاسم علمي فيتامين سي وبالتالي الناس لما موجود فيتامين سي تقدر تتناول أي فيتامين سي لأي شركة فهي بنفس الجودة ولكن في ناس بتخش تسأل على الفيتامين سي باسمه معين ما بيلقاهوش لعشان ذات الإقبال عليه وبالتالي يبدأ يقول أنه هو ناقص لا مش ناقص فيتامين سي موجود منه أكتر من 30 نوع متوفر وده راجع لنهيئة سلامة الغذاء المصرية قامت بدور وطني كبير في أنها وفرت عملت سجلت في خلال شهرين كم قبل أكتر من 50 منتج فيتامين سي والزينك والدي يعني إن شاء الله مش هنلاقي أي عجز يعني الفترة دي مش هتلاقي أزمة في خالص في أدوية الرفع المناع بس ما يبقاش الثقافة أن أنا عايز فيتامين سي ده نفس القصة بالنسبة للأزيس رميسون على فكرة التوقيت اللي أنا بكلم فيه حضرتك الناس بدأت مع الجائحة اللي دخلها في أوروبا وفي أمريكا وفي البرازيل والهند بدأت بعض الناس تتجه إلى الصيدلات أنها تبدأ تخزن فإحنا برضو بنأكد للناس أن حاجة موجودة ومتوفرة التخزين مش في صالح حد خالص صحيح صحيح الأهم من ده هو الشروط التباعد والكمامة والنظافة ده أهم حاجة نلتزم بي أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا أن دكتور علي عوف رئيس الشعب العام مليئ الأدوية إن شاء الله ما يكونش فيه أي نقص إطلاقا يعني بإذن الله زي ما تطمنك كده من دكتور علي ولكن الفكرة هي في السلوكياتنا فبلاش التخزين وبلاش الهلع والإقبال الغير منطقي على شراء حاجات إحنا مش فيه احتياج إليها بالشكل المعتاد لو أنا في الطبيعة ما يشري علبة الفيتامين خلاص هي علبة الفيتامين والإخري بدل علبة اثنين ولكن ما فيش أي مبرر من كل واحد يشري سبعة تمن عشر علبة فيتامين سي ويخزنهم لعلة وعسى فأعتقد إحنا السبب في أي مشكلة أو نقص ممكن يحصل أسازينكم نروح للفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضرتكم أرجوكم خليكم معنا النهاردة أشاهد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس اللجنة العليا دائمة لحقوق الإنسان اجتماع الهيئة الاستشارية عشان يتم إعداد استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان وزير الخارجية ألقى كلمة أكد فيها أن المبادرة هتكون أول استراتيجية وطنية متكاملة بمعنى الكلمة وطولة الأجل لحقوق الإنسان في مصر وده بيعكس إرادة سياسية أكيدة عشان تعطي دفع لهذا المجال عشان يكون في مقاربة شملة في جدية للتعامل مع مجال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية يكون فيها وضوح يكون فيها توجه استراتيجي يكون فيها تخطيط إزاي نتعامل مع هذا الملف المهم الهيئة الاستشارية دي بتتشكل من 25 شخصية عامة من الخبراء المنطقين في تخصصات مختلفة عشان طبعا يساهموا فيه الرأي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبتمثل أحد التكلفات الوردة في قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وطبعا كفيه توجيهات سابقة من الرئيس أسيسي في هذا الإطار بترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بيرأسها وزير الخارجية هي المنوط أنها تضع أول استراتيجية إن شاء الله لحويل الإنسان في مصر السفير إيهاب السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير خارجية لحويل الإنسان والمسائل القانونية والدولية بيتولى منصب الأمين العام للجنة انشئت اللجنة طبعا بقرار من رئيس الوزراء وزي ما قلت كده لحضراتكم هي تعجب مثابة مشروع وطني متكامل في مجال حقوق الإنسان اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ اللي هم مئة من الشخصيات العامة وبيمثلوا ثلث أعضاء مجلس النواب نتكلم تلتمية نائب في مجلس الشيوخ عفوا تلتمية نائب في مجلس الشيوخ منهم مئة معينين بيمثلوا أطياف كتير جدا من المجتمع سواء من الصحافة من النقابيين من رجال القوات المسلحة من الحزبين من السياسيين من الشباب من المرأة هنلاقي فيها أطياف كثيرة وأطياف متعددة وبالمناسبة بكرة إن شاء الله هتكون الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ هتبدأ الساعة 12 الظهر بالجلسة الإجرائية ومن المقرر طبعا هيرأسها أكبر الأعضاء سناً وبمعاونة أصغر عضوين المقرر إن شاء الله أو من المنتظر إن الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماية وطن هيترأس الجلسة الابتتاحية بكرة بما إنه أكبر الأعضاء سناً إعمالاً للقانون والسوابق البرلمانية هيعاونوا اتنين هيعاونوا عضو تنسئين شباب الأحزاب عن حزب النور بالمناسبة يعني هو نائب عن حزب النور هو محمود تركي وهو أحد المعينين وكذلك النائبة نوها الشريف نشوف مع بعض كده يعني نوعيات بعض بعض من المعينين في المئة المعينين في مجلس الشيوخ من بينهم طبعاً إعلاميين من بينهم صحفيين وقامات وطنية كتير هنشوف الأستاذ محمود مسلم الكاتب والإعلامي الكبير رئيس سحر الجرد في الوطن ورئيس شبكة قنوات دي أم سي رجل له باع طويل في مجال الصحافة والعمل الصحفي والنقابي في مصر حاصل على العديد من الجوائز في الصحافة العربية في الوطن العربي وكان رئيس تحرير لجريدة الحياة وشارك في إطلاق شبكة تلفزيون الحياة وكان رئيس تحرير لها لتجربتين في تقديم البرامج السياسية وعدد طبعاً من الإنجازات المتعلقة بالعمل الصحفي نشوف برضو عضو آخر معين في مجلس الشيوخ والنقيب السابق سامي عشور نقيب المحامين السابق لتلات أدوار من 2001 ل2005 وكان من 5 ل8 ومن 2015 لغاية 2020 ورئيس سابق للحزب العربي الناصري فاز بعضوية مجلس الشعب المصر عضو مستقل في الفترة من 95 لعام 2000 نشوف أيضاً قام أخرى من النواب المعينين في مجلس الشيوخ المتشار بهاي الدين أبو شقة طبعاً هو واحد من القامات الحزبية والسياسية الكبيرة جداً والقامات القانونية الكبيرة خبير قانوني سابق تعينه في مجلس الشورى مرتين عضو في مجلس النواب السابق طبعاً وشغل موقع رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب الفنانة الكبيرة الأستاذة سميرة عبد العزيز واحدة طبعاً من الفنانات وأيضاً اللي امتهنوا فكرة الإزاعة والتقديم تقديم أعمال فنية ومصرحية وأعمال إزاعية حصلت على جهزة التمثيل الأولى من التلفزيون عن دورها في أم مثالية حاصلة على العديد من الجوائز ووجه فني الحياة كلنا بنحبه وبنقدره الدكتور عبد المنعم سعيد طبعاً يعني واحد من القامات الصحفية الكبيرة جداً واللي شارك في إطلاق عدد من المراكز الصحفية في مصر وله العديد من المقالات والمؤلفات فيما يتعلق بالسياسة المصرية وأيضاً ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية والقضايا الاستراتيجية الدولية أستاذ عماد الدين حسين صحفي كبير له قامة كبيرة في العمل الصحفي ورئيس تحرير الشروق طبعاً أستاذ عماد من الناس اللي كلنا بنحترمها وأراءها الوطنية المتميزة جداً الفنان الكبير الأستاذ يحيى الفخراني اللي ما يختلفش عليه اتنين في هذه القيمة الفنية والمجتمعية الكبيرة جداً كطبيب وكممثل طبعاً يعني فلو منه كل التحاوى والتقدير أحد المختارين والمعينين في مجلس أشيخ الأستاذ محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريد الوطن يعني قامة صحفية كبيرة ليه باع طويل وتاريخ طويل في العمل الصحفي والقضايا الوطنية اللي هو كان بيقاتل عليها بكل شراسة الحقيقة يعني فبنواجه ليه كل التحاوى وبنبرك له على هذا الاختيار زي ما حراكم شايفين يعني احنا دي نبذة يعني عدد من مئة قائمة بتضم مئة من النواب المعينين في مجلس الشيخ واللي هيبدأوا ان شاء الله عملهم باكر بإذن الله نروح لي الخبر المهم وهو فوز النادي الأهلي منذ قليل في مباراة الزهاب على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد والنادي الأهلي كده بيقطع يعني ان شاء الله شغط كبير جدا قبل مباراة العودة يوم الجمعة الجاية ان شاء الله عشان التأهل لنهائي أفريقيا اللي هيكون هنا في مصر بإذن الله برحب كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ونجم منتخب مصر الأول وكابتن النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي كابتن ربيع أهلا وسهلا بحضرتك نشرفنا أنا بحيتك يا سيد عمر سيد حضرتك تنور وأنا سعيد جدا أن أنا مع مدخلة مع حضرتك الله يسلم حضرتك موفق دايما وموفق دايما العفو ربنا يخلى حضرتك يا رب دشرف لنا وبرحب به صديقنا العزيز ومعلقنا الرياضي الجميل كابتن أيمن الكاشف كابتن أيمن مسائل اللطايف والحلويات والأخبار الحلوة النهاردة ده مفيش أجمل من كده طبعا ومسائل فل عليك يا عمر ومسائل فل على الكابتن الربيع ومسائل فل على كل مشاهدينك ويوم جميل على كورة خطرين مصرية يا رب ان شاء الله وبكرة كمان ان شاء الله برضو يبقى يوم جميل وأبدأ مع الكابتن الربيع يا كابتن الربيع شفت النهاردة النتيجة زي 2-0 في المغرب في كازها دار البيضاء أداء رائع ونتيجة رائعة خضرتك شفت الأمر ده ازاي هل كنت توقع الفوز بهدفين دون رد مبروك طبعا للعيب النادي الأهلي مبروك لجمهور النادي الأهلي مبروك لإدارة النادي الأهلي مبروك للجهاز الفلي وان شاء الله بكرة بإذن الله تعالى تكمل الفرحة بفوز نادي الزمالك بإذن الله تعالى إن شاء الله النادي الأهلي النهاردة كان يعني قدم براءة كبيرة جدا من كل النواعي البدنية والمهرية والخططية والنفسية والزهنية دي حقيقة النادي الأهلي كان حاضر حاضر نهاردة فنيا بشكل كبير جدا النادي الأهلي فضر فرض أسلوبه وشخصيته اللي كنا بنفتقدها من فترة كبيرة جدا قدمه براءة على أكمل ما يكون فوز طبعا كبير جدا محدش كان يتوقع الفوز عمر 2-0 ممكن تقول واحد ممكن تعادل ممكن إيجاء يعني إنما اتنين على على أرض فريق وتسيق المباراة يعني في فترات كتير حال حالك كنت تتوقع هذا الشكل من السيطرة في الملعب؟ والأهلي الأهلي كبير والنادي طبعا بيسعى والمفروض اللي بيسعى للبطولة أكيد إنه لازم يكون عنده كل كل الحاجات الخانية المطلوبة أداة ممتعة نتيجة إبهار لكن لا طبعا طبعا ناصلهم لكلش من تنوقعين إن النادي نتيجة وأداة المتنين مع بعض فالأداة مميز الأداة كبير جدا الأداة عالية فهو جاءنا طبعا المسلماني بتشكيل رائع بصراحة بإدارة رائعة قراءة منافس جاية جدا أول منافس ما كانش موفق النهاردة وكان بعيد كل البعد عن جوانب الفنية لكن برضو ما نغفلش دور المدير الفني والعيب النادي الآجلة كانوا رجال النهاردة وقدموا شكل جاية جدا يعني نالوا كل التأدير والاحترام من الجمهور المصري طيب كابتن أيمان الكاشف حضراك شايف إزاي اللقاء وإيه هي المفاتيح اللي سهلت هذا الفوز هل موسيماني قراءته للبطش؟ هل روح اللعيبة؟ إيه بالضبط هل ضعف الخصم عما كان عليه في 2017؟ الودياد طبعا هلو مننا كل التقدير؟ كابتن أيمان طيب هنحاول نرجع تاني نتواصل مع كابتن أيمان يابد نوم السامي يعني كابتن ربيع أرجع لحضرتك شايف إزاي موسيماني يعني شايف إزاي خطة اللعب واستعداده الزهني وتجهيزه للعيبة الحقيقة النهاردة شايفين لعبة الأهلي فيقة فيقة في الدفاع وفيقة في الهجمات المرتدة بصراحة يعني كابتن ربيع أستاذ عمر أنا مع حديثك طبعا لا النادي الأهلي النهاردة موسيماني نجح بامتياز بصراحة أدى أداء رائع بصراحة وفي نفس الوقت أدار المباراة إحنا نفجينا بأكتر من العيب في التشكيل كنا نتوقع أنه مش يبتدي به ودي حقيقة زي مروان مثلا زي هاني وبحيطك إنما أقدم مباراة خلال تسعين ديئة كويسة جدا وجيدة على المستوى الفني الأهلي كان هو الأفضل هو الأحسن هو الأقدر هو المتميز هو صاحب الأداء السابت خلال تسعين ديئة في رتم المباراة في إقاع المباراة في صورة التصرف في نقل الهجمة من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع وكان ممكن نادي الأهلي يسجل أكتر من هدف لكن ما كانش فيه توفيه نادي الأهلي يعتقد النهاردة نتيجة ولعبا كان عنده دشار جيد جدا حضرتك على فكر التسجيل أكتر من هدف شفت إزاي الفرصة لضياحة الشحاب هل ده إيه ده الحراك مؤشر أن الشحات مش جاهز بدنيا أو مش جاهز ذهنيا ممكن طبعا أن مع حضرتك كده هو ما يكونش جاهز ذهنيا لأن الشحات قاعد فترة كبيرة جدا خارج المستوى الأفضل لسه راجع تقريبا قريب جدا حسين الشحات لعيب كبير لعيب نجمي لعيب هدف وفيش كلام وبعدين إحنا مش عادي أكتر من اتنين يا ستوزعهم رحلوين أو زي الفل يعني إحنا راضيين بالاتنين وزي الفل حضرتك من طب اللي مرش يوم الجمعة كده ونقدر نقول إن الأهل حسم نقدر نقول كده في عالم كرة القدم بأمر الله حسن طبعا في عالم كرة القدم مفيش حاجة كبيرة يعني مفيش حاجة تسمها حسم إلا بعد مبرادة تانية لكن مع الفرقة الكبيرة اللي زي الأهل والزمالك نقول إن شاء الله بإذن الله تعالى وتوفيه حسم الأهل لأن الأهل يملك القدرات يملك الحلول يملك التنويع يملك الخطوط اللي تقدر تتواجه بها في المطش التاني في مصر فطبعا مع توفيره بينه سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت المدارس الكبيرة خاصة أنه زي ما لي يعرفين يعني تركيز التزام إصرار إرادة رغبة خدا حيتك فإن شاء الله نطمئن بنسبة 90% أني نادئ أهلي فضوري القادم بمشيئة الله تعالى إن شاء الله تقولي النهاردة لمين برافو أجت رقم واحد الشناوي طبعا الشناوي حارس المرمى حارس المرمى مش نصف فريق الشناوي رقم واحد الشناوي كان النهاردة عنده سبات في المستوى عنده يقظة عنده فنيات عالية جدا عظيم كان وقف في السكسيار ده والتمنتاشر مالي مالي التمنتاشر مالي المرمى وبعدين صد ضربة جزاء كان ممكن لبقى نطل التحول كبيرة جدا مظموط فرقم واحد من وجهة نظر أنا الشناوي حضرتك أسر عم والله أنا بشكر حراك شكرا جزيلا دايما بتمتعنا بتحليلاتك وبقراءك كابتن ربيع ياسين المدير الفاني منتخمص للشباب أنا بشكرك شكرا جزيلا وطبعا نجم النادي الأهلي منتخمص مشاكر جدا لحضرتك وللأسف يعني كابتن أيمن الكاشف في مشكلة في التواصل لكن بكرة بكرة بإذن الله كابتن أيمن الكاشف يكون معنا بكرة عشان نبارك بإذن الله لنادي الزمالك بكرة ويحقق إن شاء الله انصار ونتيجة إيجابية أستاذكم نخرج لفاصل وبعد الفاصل نستقبل فضيلة الدكتور علي جمعا نتكلم على حق الزوجة ما للزوجة من حقوق وما عليها من واجبات خليكم معنا بعض الناس مرحبا حضرتكم مرة أخرى ولقاءنا الإسبوعي المتجدد لنا داما بكل اشتياق لهذا اللقاء من السبت للسبت وطبعا حضرتكم مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعا مولانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا منكم مولانا احنا بنكمل سلسلة الحلقات بخصوص الأسرة وشوفنا فيما سبق حركة فضلت وقلت لنا فكرة الاختيار فكرة الكفاءة في الاختيار ما بين الزوجين ثم دخلنا على فترة الخطوبة والمهر والخطيب ليه ايه شوف من خطبته وكل هذي الأمور المهمة ولكن النهاردة خلاص دخلوا البيت تقفل عليهم بيت واحد بقوا في عيشة هنية ان شاء الله يعني فنبدأ بالحقوق ولتكن حق الزوجة حق الزوجة ايه على زوجها خصوصا في ظل ظروف اللي احنا بنعيشها هذه الأيام وتبدل شوية القيم تبدل الأخلاقيات في بعض الأحيان يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أول حق من حقوق الزوجة وهو أن يتصور ثم يستقر المفهوم ثم ينطلق العمل من ذلك المفهوم عند الزوج ذهنا وعملا أنها كفء له كثير من الرجال يظن أن المرأة درجة تانية بس الله سبحانه وتعالى جعلها درجة أولى زي ما بتقال كده نقصات عقل ودين إذن فبدأنا نفهم النصوص زي فويل للمصلين ما هو أبو نواس قال كده بيقولوله أبو نواس وكان معاقرا للخمر وإن معاقر للخمر يفرد في صلاته فقالوله أنت يعني بتشرم خمرة اللي هو ربنا حرمها وبتسيب الصلاة اللي هو ربنا فرضها فرح أملهم بيت شعر هو كان متمكن من الجغة العربية حتى قال الإمام الشافعي لو لا مجونه لرويت عنه لكن ما رواش عنه الحمد لله لأنه بهذا المجون وهذا الانفلات فكان يقول لهم ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للبو صليت فأنا مش هصلي علشان كده فده بالضبط أول منقول الكلام ده فيترد عليه ناقصات عقل ودين فده نوع من أنواع باتر النصوص نوع من أنواع الفهم الخاطئ للدين كله مش للنص ده فقط إنما طريقة التعامل مع النصوص المقدسة وأننا يجب أن نأخذها من سياقها وسباقها ولحاقها بيؤدي إلى داعش وواغش والإرهابية بيؤدي إلى هذا ما هو ده الأساس اللي عادي نقول فيه منذ الحمد لله سنوات كثيرة من العمر ونحن نبين للناس كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يفهمون الكتابة وكيف يفهمون سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا شعار العلاقة الزوجية موجود في القرآن وموجود وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أحب ده شعار كده وللرجال عليهن درجة هذا الشعار ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة هو ده الأساس أما النظر إلى بعض الخصائص الجسدية للمرأة وبعض الخصائص الجسدية للرجل والمقارنة بينهما واعتبار أن الرجل متفوخ من أجل هذا القوة الجسدية أو العضبية ده مرفوض وجاء الإسلام من أجل أن يخرج هذا المفهوم الذي حاول الإنسان أن يضعه عندما غابت عنه الشريعة وغاب عنه كلام الله لما يغيب كلام الله وده طبعا بنرض به على الملاحدة اللي بينكر وجود الله ده نرأب والله الدنيا من غير ربنا هتبقى كان بعض من شيخنا يعبروا تعبير كده فيه تجاوز لكن خزوء من غري نصيبة شهد من غير ربنا فهؤلاء الذين فكروا خارج الكلمة الإلهية هل مش أقدر أضرابها أنا وخليها تحت أمري تقدر تلوي قديها تشدها من شعرها آه ممكن آه بس مش هي دي الإنسانية اللي خلقها الله ولا هي دي الفطرة التي أمر الله أن نستجيب لها وأن نتفاعل معه أول حق هو لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لأنه لما هنجي عند الزوج هنشوف إيه الحدوتة بتاعت الزوج وحقوق الزوج اللي ربنا ادهاله كتكلفة أو عبء أو مي زي يمكن فدي بنقول عليها إيه بنقول عليها أنه المساواة لا التساوي المساواة لا التساوي التساوي معناها تساوي كمي ده زي داب في الصفات في الأنوثة وهي عايزة كده وفرحانة بكده أيها ولو قلت لها أنت مسترجلة تزعل واخد بالك ولذلك قال رسول الله لعن الله المتشبيين من الرجال بالنساء والمتشبيات من النساء بالرجال ليه لعنهم لأنهم ضد خلقة الله التي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ربنا خلق الرجل والمرأة للتكامل حتى تتم الإنسانية كلمة إنسان في اللغة فيها الرجل والمرأة على حد سواء الأنثى والذكر على حد سواء الرجل والمرأة هذا إنسان وهذه إنسان ما فيش إنسانة علشان ما يحصلش في الإنسانية حتى تأنيس وتذكير فأول حق للمرأة هو أن يفهم هذا الزوج اللي ربنا عطيه شوية عضلاته شوية مش عارف جسم معين بالشكل الفلاني يفهم أنها على حد المساواة حتى ولو لم تكن على حد التساوي التساوي معناته مهدي بتخلف وتحمل ويجيب إعيال وترضى وده ما بيعملش كده أيما ما فيش تساوي إنما المساواة معناها الحقوق والواجبات دي بني آدم على فكرة دي إنسان دي بنت من بنات حوة كما أنك إنت ابن من أبناء آدم فيجب علينا أن نبدأ من هذا المنطلق ده أول حق من حقوق الزوج كثير جدا يتناسى هذا فتضيع حقوق كثيرة بأ لكن هذا الحق سينشئ أسرة وسيجعل هذه الأسرة متفاهمة الوحدة والخلية الأولى للمجتمع وبناء عليه فإن مجموعة الخلايا الصالحة في المجتمع تتكاثر فيصلح المجتمع ويصح يصبح ويصح طيب سيدنا عذرا في الجزئية دي برضو لو نظرا للواجه الآخر بنجد بعض السيدات متمردات سيدة متمردة تتمرد على زوجها يعني آه في مساواة ما فيش تساوي لكن في مساواة ولكن هي قد تجوخ بشكل أو بآخر على الزوج ممكن هي تصدر نفسها للمشهد أو ما إلى ذلك هل هي كده برضو هل هي خرجت عن الشرع هل هي تجاوزت في هذا الأمر يبقى إذن هنتكلم كده عن حقوق الزوج وإحنا كنا عايزين نركز على حقوق الزوجة واختبال سيادة بعد إذنك يعني على حقوق الزوجة عشان يتضح الحال حضرتك دلوقتي بتجيب الواجه الآخر صحيح نعمل بقى حلقة للواجه الآخر ونربطها بالكلام اللي احنا بنقوله ده الحق الثاني الزوجة لها حق إصلاح المفهوم القائم والسائد عند كثير من الناس أن ليس هناك مساواة لا هو ليس هناك تساوي مصبوح واللي اتنين معترفين بعدم التساوي لكن هناك مساواة المساواة ده بتؤدي إلى إيه إلى ما يسمى بالعدالة يعني لا أكلف المرأة فوق طاقته ولا أكلف الرجل فوق طاقته هيتولد منها المساواة اعطاء كل ذي حق حقه بمعنى الخصائص والوظائف والمراكز القانونية للمرأة هتبقى منبثقة من المساواة وكذلك الخصائص والوظائف والمراكز القانونية للرجل هتبقى منبثقة من المساواة وبذلك يحدث العدالة العدالة دي حاجة مهمة جدا العدالة لا تقتضي التساوي وإنما المساواة إنما المساواة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى إذن قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم هي رجعت للطبائع السائدة في ثقافة الناس السيدة أم مريم رجعت لهذا السائد في الثقافة فربنا قال لا لا ما تخفيش وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة موز في غير وقت الموز برطؤان في غير وقت التوت أن لك هذا قالت هو من عند الله إذن فهذه السيدة التي بلغت إلى مرحلة الكمال الإنساني ربنا يصطفيها والاستفاء والمعجزة التي لم تتكرر في واحدة عبر التاريخ البشري شوف قد إيه التاريخ البشري دا ما نعرفوش خلاص اللي بيقول لي ملايين واللي بيقول لي مليون واللي بيقول لي مئة الألاف واللي يقولوا ليقولوا ولكن في النهاية هي فريدة وحيدة كده السيدة مريم عليها السلام وأمه صديقة هذه السيدة التي كملت ووصلت إلى مرحلة الكمال البشري أم سيدنا عيسى الذي وصل أيضا إلى حالة الكمال البشري هذه السيدة المباركة التي كلما ذكرناها عندنا في الإسلام نقول عليها السلام التي تسمت بها صورة لم تحجبها الأنوثة عن شيء ما لا عن الوصول إلى الكمال ولا عن الوصول إلى التفرد التفرد مش تفرد في عصرها ده تفرد اليوم الدين ده تفرد غريب صحيح واحدة زي آدم كده إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني هم اتنين جم من غير أم عيسى وآدم اتنين بس من غير أب من غير أب تفرد آدم إنه من غير أب وأم مصبوك تفرد عيسى إنه من غير أب يبقى إذن أنا أمام ظاهرة فريدة وحيدة ما فيش فيها تقرأ فبالتالي هلما أولا يعني ممكن واحد يجي يقول طب ما ست ستين ماريا ما هي إمرأة يعني أكيد تساوي وتكافئ أمم من الرجال بقدراتها بالمساواة بالمساواة على وليا من أولياء الله الصالحين يضربهم يبقى مجرم يبقى عند الله حاجة لكن ممكن يضربها خدراته البدنية اللي بتطاوق فيها ابن القمئة ده جرح رسول الله خير البشر وخير البشرية كلها فإذا لا هو ممكن أي مجرم يتسلط على النبي ويقتله ما هو قتل سيدنا يحيا لا ده لما جه الواد يقتل سيدنا يحيا عرف لما جه الواد يقتل سيدنا الحسين وهو سيد شباب أهل الجنة عرف فأنا عايز أقول إن هذا الحق اللي أنا بركز عليه ده وهو تصحيح المفاهيم هيرايح الدنيا عظيم مش هنحتاج بعده نقول طب وبقية الحقوق إيه طب أنا أنا عايز بس أنا عايز بس أركز على يا أخي طب صلح مفهومك أصلي تصليح المفهوم هيكون فيه تصليح التوجه ركب قطر السكندرية وهو عايز يروح السكندرية لكن مدام هيركب قطر الصعيد وهو عايز السكندرية عمره ما هيوصل وعمرنا ما هنحل حد طيب ده عظيم جدا يا مران بس ده برضو خليني أسأل واتعرف ونعرف من فضلتك باقي الحقوق ولكن بعد الفاصل بعد معرفنا كده القادة السابتة اللي هي موسواة ولكن ولا تساوي يعني هي موسواة وليس تساوي ولهن الذي مثل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نشوف حترككم بعد الفاصل أرجوكم خليكم معا مرحبا حضراتكم مرة أخرى وبفضيلة العلم الجليل أستاذ الدكتور علي جمعه أهلا بحرك مرة أخرى أهلا وسهلا بك فضلتك يعني إيه تاني من الأمور أو من الحقوق اللي كل السيدات دلوقتي قاعدين بيسمعونا بيتمانوا أن هم يعرفوها من حضرتك عشان يقولوها لأزواجهم يعني بص فضلتك تور بيقول أنا لي أي واحد اثنين ثلاثة فأرجوك خد بالك طيب أول حاجة قلنا تصحيح المفاهيم تاني حاجة ما نسميه فقه القضاء وفقه الحياة لأن فيه كثير جدا بينهم واللي مكتوب في الكتب الفقهية ده فقه القضاء ده بيساعد القاضي على أن يحكم بين الناس عندما تكون هناك خصومة عندما يكون هناك صدام صحيح عندما يكون هناك قضية ولكن في الحياة لا الحياة دي حاجة تانية خالص الست بتعطي لأنها تحب لأسرتها لزوجها ولأبنائها ما لم يكلفها به الشر من قلبها والرجل في المقابل لا بد عليه وحقا في عنقه أن يعطي أيضا بدون حساب وهنا هاتي معنى فقه القضاء وفقه الحياة نحن ونحن نتكلم في هذه البرامج وكل الناس تسمعنا نحن لسنا في محكمة نقضي في خصومة وصدام ونزاع وكذا إلى آخره نحن في حياة نعلم من ناس كيف تسعد بحياتها فهناك ما يسمى بفقه الحياة ومن خلال فقه الحياة من حقوق الزوجة العناية والرعاية وصورتها في فقه القضاء النافقة وفي صورتها في المسكن وصورتها في فقه القضاء الملبس وصورتها في فقه القضاء المأكل وهكاذ واخد بالك ازاي تبقى ولينفق كل من ساعته ماهو الناس مستويات ودخول صحيح فكل واحد يعيش حياته اللي ربنا اقامه فيها على قد ما يقدر يعني على قد ما يقدر فما يكونش هناك نوع من انواع الحرص ثم اعلى من الحرص المخل والشح اعلى من البخل يعني متمسك اوي بعدم الانفاق وكأنه خسارة فيكو اوعى يعمل كده مع المرء هل هل هيدا الانفاق والرعاية هل هي مادية فقط ولا معناوية لان في بعض الناس تكون كريمة ماديا ولكن عندها شح عاطفي ما يسمعش امراته اي كلمة حلوة ولذلك اعبرنا بالرعاية والعناية ولم نعبر بالنافق التي هي تجلي من تجليات العناية والرعاية صورة منها صورة منها حتة منها لكنها مش كلها لقد فيه حاجات تانية من ضمنها ايه بقى التجليات بتاعت الرعاية والعناية اظهار الحب اللي هو المشاعر اللي انت بتقول عليها دي انه مشاعره افلى شوية لانه منشغل بروحه من ضمنها ايه ما يسمى وملخص بكلمات الحنان والامان هي المرأة عايزة من الراجل ايه انه يحن عليها وانها تشعر بالامان لكن الثقافة السيدة ايه مدام بوكلها وبشرابها خلاص اللي هو الجانب اللي انت بتسأل عليه اللي هو الجانب القضائي اللي هو لو تخنقوا وما فيش فايدة بقى وفيه خنقوا قضية وصدام ونزاع القضي لازم يحكم فيروح يحكم بنفقة رقم هكذا تسدد للطريقة الفلانية ما هو لازم علشان يحد القضية بس دي مش الحياة يا اخوانا ولد الدين اذا كنت محب لسيدنا يبقى لده وهو زوج شوف كان بيعمل ايه شوف الغريب العجيب ان ربنا سبحانه وتعالى يقضي عليه بان يتزوج تسعة من النساء ما فيش وحدة طلبة الطلاق ازاي ده جيب لهم ضرة ده كل وحدة لها تمن ضرات اي ولا انه بلغ من الكمال الاخلاقي في الرعاية والعناية وفي الحنان والامان ما بلغ ده المثال الاتم ما تعمل زيه هتلاقي زي الست لما كانت بتنصح بنتها كوني له امتا يكن لك عبدا فهو صلى الله عليه وسلم عطى والحب عطى يبقى الحق الثالث في هذا هو الحق الاول تصحيح المفاهيم الحق الثاني هو الرعاية والعناية الحق الثالث هو الحنان والامان ما تجيش تخليها طول النهار شكة فيك وطول النهار عمد عليك علامة استفهام وقال انا منك وبعدين طول اصلايا ما بتدينيش واصلايا ما بتعمينيش ابدأ انت لانك انت الاخوة لانك انت اللي بايدك هذه المسألة لانك انت المكلف بها والنبي عليه السلام له حديث لطيف جدا وهو حديث يسمى ام زرعة حديث ام زرعة او ام زرعة ام زرعة او حديث ام زرعة كنت بتحكي عن ابي زرعة عن ابي زرعة ام زرعة وهو ما يتخلفين واد اسمه زرعة مصبوط وبعدين هي ام زرعة وابي زرعة اغلب المراجع تقول عليه ام زرعة لكن في بعض المراجع يسلموه ابي زرعة واخد بالك والحديث ده افراده علماء كثير بالتأليف شرح حديث ام زرعة ده حديث كبير حديث طويل لان فيه 11 من نساء الجاهلية جلسنا يعني بعيد كمان عن الاسلام كتعليم لكن سيدنا هو اللي علمه للسيد عائشة والحديث ده غريب انه اخرجوا البخاري ولم يخرجوا احمد ليه بقى الغريب في كده مولانا كل البخاري في احمد كل البخاري في احمد في احمد في موسنى ده الا الحديث ده فلو حد اختبرك من الازهر الشريف وقال لك يا سيد عمري ايه الحديث اللي موجود في البخاري ومش موجود في احمد على طول اللي هو حديث ومزارة حديث ومزارة شوقتنا اليام ولانا ولوانا برضو عايزين نشوق السادة من المشاهدية احنا ممكن نخصص له حلقة جاة كلها نشوف اين قنمات دي وان اللي تكلمت عليه لانه هو حديث لطيف جدا وحديث يعني وفيه بقى ايه اذا خرج اسد واذا دخل فهد ولا يسأل عن معاهد او ده الحنان والامان ده الحنان والامان ممكن نشرح الجبلة دي لنس خرج اسد الاسد ما يبصش لغير مرته قبل ده اللي هو ابو زرع بتحكي عن ابو زرع يعني عن ابو زرع لا ده هي كانت ام زرع ده جات في الاخر لكن واحدة من الحداشر قالت على زوجها اذا خرج اسد يبقى هي نايمة مرتاحة حد يجي يوقع ويقول لها على فكرة ده بيعاكس ستات تقوله مش ممكن انا عرفها ده اذا خرج اسد اذا خرج اسد واذا دخل في الميرجع بقى اه فهد ايه الفهد بيعمل ايه الفهد طول ما هو قاعد في العريم بتاعه يتمسح في مراته اه حنان الحنان يبقى اذا في الخروج الاسد هو يعني ملك وهو راجع كده فالفهد ده الفهد يعمل لها اسمايل تاتش كده يعني حاجة ايه حلوة كده ام هي تحس براحة نفسية وتحس بانجذاب وتحس بحب هتروح تكرهك ليه ما خلاص ده اذا خرج اسد واذا دخل فهد قاعدته حلوة كده ولطيفة ولا يسأل عما عهد اه هو خرج وبعدين كان هو ماتفقين مبارح انهم يعملوا ملوخية كويس فعملت بامية ولا حاجة يقول له ويتبص الله حلو اوي دي مشكلة جميلة دي خرج وهي عاملة صفرة حطها في الصالة وحطها هنا المجلس والليفيندرو كويس فهتحط ده مكان ده وده مكان ده ولا يقول لها انت عملت ايه يقول له الله حلو اوي التقسيمة الجديدة دي رجل طيب يعني ده مش طيبة وبس ده واحد يعني ده مظاهر الحب عظيم الست لما بتفتقدها بتفتقد الحنان والامان صحيح وتاعمل علامات استفهام من غير هو ما يسح شو اللي قال انا عملت ايه يعني حسبوني قضائيا لا يا اخينا دي مش شركة تجارية ده زواج وعشرة ونسب وميراث وحياة زي ما حالي قلت اخليك فقف الحياة طيب والله يعني يعني انا اشتاقت لان اسمع مرة تانية هذا الحديث وشرحه من في الدكتور والحقيقة كنا والله اعلم من سنين طويلة عركتها كرمت بحلقة كاملة وافردت لهذا الحديث مساحة كبيرة فان شاء الله الاسبوع الجاي حركت عيدنا ان شاء الله نتكلم على الفاهد والاسد والصفات الجميلة وفي شوات صفات حلوة لسه هنعرفها ان شاء الله لكن فيه ست سيدات تقريبا شتموا طبعا يبقى دي صفات سلبية نسيبها الصفات سلبية في الراجل وفيه الباقي مدح كويس ودي صفات ايجابية نعمل وهو كده عظيم الفعل والطرق عظيم يعني ما تعملش الحاجات دي خلي بالك منها افعل ولا تفعل وافعل هذه الاشياء وخلي بالك منها تمام بشكل فضلتك جزيلا شكر شكرا للمشكل فضلتك نشوف حركة ان شاء الله الاسبوع الجهة على كل خير وشكر موصول لحضراتكم الاسبوع على خير إلى اللقاء